وربما أن مشكلتنا مع أخواننا وجيراننا في إريتريا كانت فترة هامة بالنسبة لي لأن المقرر أو المختص كان من مزارة الخارج البريطانية وكان الفريق العامل برئاسة معالي الدكتور عبد الكريم الأورياني في معظمه بريطانيين وكان أحد المستشارين للوفد في جامعة أكسفورد وكنا على علاقة دائمة به وعندما جاء إعلان القرار بحقية اليمن قرار محكمة لهاي لحقيتنا الأرخبيل حنيش أنا كنت الوحيد في لندن الذي تسلمت من وزير الخارجية وفي وجود وزير خارجية إريتريا وثيقة القرار وتبادلنا الكلمات الودية مع الوزير الإريتري والبريطانيين الحقيقة ساعدوا كثير في هذا المجال ليس من باب الإفصاح أما الوثائق الإرشيفة البريطانية مفتوح وأنا تلميذ في هذا الموضوع مش هايزة أقول مختص وكل الوثائق موجودة لكنهم ساعدونا كثيرا في دعم وجهة نظرنا بحكم المعرفة البريطانية وتاريخها في المنطقة وهذا الموضوع لا شك من أهم المواضيع وخاصة أنه جاء الرئيس أفورقي وإحنا في شدة الأزمة ودعيت إلى حفلة في تكريم له وهذا ربما من الذي تريد أن أجيب عليه هل أحضر أو لا أحضر ونحن في حالة شب حربي في الحقيقة ولم يكن هناك من أستشير إلا إذا كنت سأتصل بصنعة بالدكتور عبد الكريم الرياني وكذا والوقت ضيق فقررت أنني أذهب في الحقيقة والتقيت بالرئيس أفورقي وكان معظم الوقت الحديث بيني ناويه حتى لفت النظر هذا وكان جايب من الولايات المتحدة الأمريكية في وقتها وكان يتحدث عن أمور خيالية فيما يتعلق ما سيصنع وما سيزرع وبرامج قريبة إلى النمض الاشتراكي من إلى شيء آخر فجادلت في هذا وشاءت الظروف والصدف أن يأتي إلى يمن قبل أربع وخمس سنوات ودعيت إلى دار الرئاسة وجلسنا معه جلسة طويلة وكان معنا الأستاذ عبد القادر باجمال من شفاء الله والدكتور يوسف محمد عبد الله واكتشفت أن الرجل عنده خلفية تاريخية لا بأس بها سواء في تاريخ أثيوبيا أو إريتريا أو اليمن وهو بالطبع كان عندنا قبل أن يصير شيئاً مذكورة وكان في عدن ودرس في جامعة صنعة فهذه من الأشياء التي خطرت على